اشتركوا في القناة هذه الصحابية اسمها خولة بنت ثعلبة وقيل انها خويلة تصغير كان عند العرب مشهور عامر وعويمر وعويمر يعني التصغير عند العرب من اجل التحبيب لكن في هذا الزمان يعني التصغير غير محبب لانه الولد هو خلأ ممسوخ تجد ظغره يعني خليه على اسمه عطيه الاسم لكن هكذا كان زمانهم لها موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ترويه تقول خولة في والله وفي اوس بن الصامت انزل الله صدره يعني اول صدر هو الاول سورة المجادلة اللي اخوانا الكرام اللي بيحفظوه اسمها سورة المجادلة مطلعوها قد سمع لذلك مشهور جزء قد سمع لا ليش لانه اوله جزء الزاريات بدايته الزاريات تبارك بدايته تبارك وعمه بدايته عمه والمجادلة بدايتها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قالت كنت عنده عند مين زوجة اوس ابن الصامت وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه للكبير الله عينه لا تلوموا للكبير مريض هذا اللي طالع من شغله على التقاعد كان امرناه مدير عام كان شي شغلي نصير مدير عام وين ببيته كان لي صديق والده عميد تقاعد تقول له طمني شلونه بالبيت قال لي خليها لالله قال لي مزحفنا على الركب صدقا يوم من الايام طلع خلقه عليهم في البيت قال له والله لطعميك برغل مع البحص دون اع ما بتصبط هي الاب الناجح حفظوها هو الذي ينسى منصبه خارج البيت واذا دخل الى البيت يكون أبا فيه لي صديق الاب قاضي والأم رئيسة نيابه يا سلام قالت له ان شاء الله ما عم تحبس الولاد شو رئيس نيابه عام انسى المنصب وانت أب مهما كنت ان شاء الله تكون طبيبا قالت في وفي أوسي بن الصامد أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه بتقولكم يعني بجوز موجوع بجوز قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضبه يعني يعني سبحان الله طبيعة الحياة طليع خلقه فقال أنت عليك ظهر أمي شلون الواحد إنسان هل ممكن أن يقرب أمه شو أمه هاي ألا أنت عليك ظهر أمي قال ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة طليع خلقه هاي هاي كانت المجالي السبعون بالطريق كان يقوله وطلع الحوش شو الحوش الحوش يعني الارني اللي قعدوا لا كان فيه مكيف ولا كان فيه بس كان فيه بساطة برشه مية يعدو مرة زرت أخ في الحجاز كبير بالسن عمره شي ثمانين سنة قالت له شلون الله كرمال الله شلون كنت تعيشه يعني هلا خمسين وهي وقعدين بالمكيفات قال لي والله كانت أبرد من الآن ليه لأول وحدة ما في لها السيارات ولها الحديد هذا كله اللي حاله بيطلع الحرارة خمس ست درجات نين يطلع الإنسان يحطوا بيوت لبن بيوت اللبن بتاع ترطوبة ورشوا المي ويطلعوا ويناموا على الأساطيح حال الله بالليل بيصير فيه برودة قال ثم خرج فجلس في نادي قومي سعى ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي يريدها كما يريد الزوج زوجته قالت كلا والذي نفس خولة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت تلني أنت عليك ظهر أمي ولا جايل عندي هاينا نروح نسأل مين نسأل المفتي نسأل الشيخ نسأل النبي عليه الصلاة والسلام ألا نحن بزماننا كل يوم هذا ملحسوا شو ملحسوا يعني شغلة دائما هذول يبيعوا سيارات في سيارات ملحسوا أي الأفانتي والفيرنا والشو اسمها الكيا بيعملنا كثير كل عشرين سؤال بيجيني باليوم 18 منهم انطلق فيجي فايت مو طالع الأكل مجهز بيقول لك أنت طالق ياريته يعني دراكا مثلا يعني وحدة وحدة برش رش بعدين بيقفلها بالقفل بيقول لك إذا بيحل لك شيخ يحرمك مية شوان يعني حتى أنه يختمها هاي لحل والله كل إنسان بيجي لعندي لو روح سكرت على حالك كل أبواب الخير كل أبواب الخير هل بتعرف حالك أنت أبوه شو اسمه حجيه خيلتنا وخيلت الكاميرا الله يرضى عليك أبو صالح لا تخيلنا طيب قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم أراد ما يريد الزوج لزوجتي قالت كلا حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت عنه تعالي هنا دروح في أيام ما مرأه من الرجل في نسوان فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى النبي بدأ يكتل بالثياب روحت النبي مو متلأي روحا روحت الجامع مو متلأي روحا تجيني على الجامع بالجامع بالدواء خذوا زينتكم عند كل مسجد فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة هلا واحد يقول له مثلا إذا كان اسمه مصطفى يقول له يا أبو الصيف حتى إيش هذا من التحبيب يا أحمد يا أبو حميد من التحبيب معلش نبي عليه السلام قال سيدنا عائشيك قل له يا عائش يا أخويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله هفيد يعني ديري بالك عليه لك هذا زنبك كبير بننصح بعضنا مو كل واحد بيطلع خلقه من طلقه مو كل واحد بيطلقوا البالك في كتير اختلفوا بوجهات النظر بس ما حدين بيجي واحد بيقرب بيناتهم الطلاقوا مرتان أول مرة غليط ثاني مرة ونرجعوا ثالث مرة نقول له خلاص كنا لما نذهب في صيبانة نعم مسبح كان يحطونا خط أحمر شو خط الأحمر هذا متر ونص متى بتغرأ تكون سبيحة كتير طلاق مرتان الثالثة بتغرأ وجعلت تشتكي إلى الله يا رب هذا شو حكمه سوالك كلمة طلاق كذا بتروح تسألي تسألي أهل العلم أنا برأي أنه الإنسان لما بيصير معه بشكله صاحب الإرادة اللي هو الطلاق اللي هو الرجل هو بديجي سيئة بتستفسر كمان الحق معها قال فتغشى رسول الله ما كان يتغشاه ثم سري عنه نزل عليه الوحي فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآن نزل قرآن كريم ثم قرأ عليه قد سمع الله قولا التي تجادرك في زوجها هيا قديش إلا سر عند الله وتشتكي إلى الله شو ما بدك اسأل بس الشكوية بس لأ الله شو ما صار معك بالحياة الشكوية لغير الله مذل وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله عليم إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتك شو لم تلع أنت عليك ظهر أمي ظهار كظهري خلاص ما بدأ ياها ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائ ولدنهم من أمك على واحد يروح فيه بإلا لحماته يا أمي الله يرضى عليك تمسيح الجوخ بلا إلا يعني في ناس يقولوا يعني نحن هم نقول مرت عمه حماتي إلا حماتي الكريمة العزيزة المبجلة الموقرة أمي الأم وحدة لحد يسحبها الأم واحدة ما في غيرها هي التي ولدتك إن أمهاتهم إلا اللائ ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قالت فقال لي رسول الله مريه فليعتق رقبه في سبيل الله قالت يا رسول الله ما عنده ما يعتق لك كانوا فأرة لدي لك هون فأر لك فأر لك هون أغنياء العالم هناك صحراء وما في مي أغني يعني ما عندك زيتون تقول الله جارية العالم بتأكل زيتون وزعتر وزيت وخلص بيخف الوزن شوي بقال لك ما عندنا زيتون بيصروا شي بتوكهرباء زيت طيب الزعتر نحن عم نطور حالنا معنا نطور نحن عم نرجع كانوا يدعم لهم اللبن اللي هي اللبنة حطوها بالزيت اخترع والجبنة يغلوها ويمسكوها ويحطوها كمان إيش حبي بس بده بده برج يشتغل من فوق بده زوجة صالحة خلاص كل سأل لك شاي ما لنالكن زيتنا الشيخ علي الطنطاوي عشرين سنة هو يطلع على برود وريف دمشق وهو يدرس يطلع الصبح أنينة زيت صغيرة وكومة زعتر يحطون كيس صغير وتوكل على الله من الصبح من بعد الفجر صغير الساعة عشرة إدعش بالحصة الرابعة قال له الآذين بالمدرسة ينه كاسة شاي الله يوفاك وين في خبز هون لو في خبز تنور الله يزيك الخير جب لي رغيفين نصف ربع فرنك رشة الزيتات فوق منه الزعتران هاي أحسن من خاروف بالنسبة له على الجوع قال مريه فليعتق رقب قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين اعتاق رقب يعني زلمي تعتق لوجه الله كون عبد ما في شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه لشيخ كبير ما به من صيام ميت ما بيحسن تعبان قالت فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر لو تمر نبي خفف له ياها قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده حتى تمر ما عنده قالت فقال صلى الله عليه وسلم فإذا سنعينه بعذق من تمر كان بالمدينة كلها تمر جيبوا له عرق هذا العرق شو هشو منقول نحن عنقود كيلو جيبونا عرق خمسة كيلو تمر رحت على القصيم هي قريبة من الكويت بالحجاز هاي من أول لآخر ها كلها تمر والرطب هذا السكري أطيب رطب بالعالم هو رطب القصيم فتت لبستان لهذا الراجحي عنده مليون نخلة أوقفهم لله بستان في مليون نخلة سبحان الله بأيك عرق شو يعني عرق مو عرق عرق سنعينه قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر يبدو أنه في عندها يعني مثل ما بيقولهم بجيها عندها بستان أو عشر نخلات قال قد أصبتي وأحسنتي فاذهبي فتصدقي به عنه شوفوا شوفوا القصة كلها ياتا أول شيء حرصة على دين هذا تعرف الحلال هذا كلمة التي حكاها بتجوز ولا ما بيجوز لسه كل يوم بيسلخ عشرين طلاء وهي لك ما بيتاخذ عليه لك شو ما بيتاخذ عليه روح يسأل ياهل العلم روح يتلعن تشتكي إلى الله منين النبي دلائلون حل هدول من المجل ما بيحكي لكم ما عندي سال خيامين وكذا ما بيحكي لكم أنت تأخذ دواء شيء الصبح يقول لي لا والله أنت أخذ دواء اسمه حبة مراجل الصبح يأخذ حبة مراجل عيار 1500 ما يحدث سبايدر مان ليس سوبر مان سبايدر أنت طالق تضحك رد بقى جير فيه أنا لأنه قالوا أنت جاهل جاهل لأنه أريد ديناك لا تحضر مجالس علم لا مصلي الصبح بتصلي الصلاة لا طيب ما نساوي لك قالوا جيبوا لي كرسي وجيبوا لي عصاية شو بدأت تساوي شيخ بيرفعك فلقه يعني مرة ما تعيد كيفوا النبي يعمل له محاكمة وأنا بعينه وأنت كما عيني قالوا لقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت ففعلته أحل اللون لذلك الزواج ببدايته بده ألب حنون الأب بده يتابع الأم بده تتابع العم بده يتابع وليس كما كان كل يوم يسهر مع رفقات وكذا جابوا له مراي وعود يكون مسؤول عن أكله وشربه ويش نظبت العيارات لا أحد عميدي يوم يضربها للمسكينة ويوم يمكن هي تضربه ويمكن تبصغ في وجهه لا نعرف ما يحدث لأنه قال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا الألصة أختموا بها قال خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي فإذا بامرأة برزت على ظهر الطريق فسلم عليها عمر هي بالأوض سبحان الله شوفوا الإمرأة فردت عليه السلام وقالت هيهات يا عمر مين عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ هلأ صرت عمر ما بعد كبيره بس هيهات ترعضأنا بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر صرت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين على الودريد كمان أنه شو فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي عليه الفود فقال الجارود قد أكثرت أيها المرأة على أمير المؤمنين شوها الكلام هذا شوها بصير واحد يحكي مع أمير المؤمنين الكلام فقال عمر دعها تركها أما تعرفها قال لا والله فقال هذه خولة بنتثعلبها امرأة أوس ابن الصامت وقيل عبادة ابن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فعمر والله أحق أن يسمع لها ينازل فيها قرآن تسمع من 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 سمع قولها جل وعلا حقيقة الكلام تتم ربما ينكمله الأسبوع هذا نداء هذا الدرس للنساء في البيوت لكل مرأة مسلمة أي شيء أي أمر صار خاصة بالزواج نعلم ماذا قال هيا نسأل أهل الذكر سألي أستاذتك ما عرفت نحن صفحة المسجد مفتوحة تبعتني على صفحة المسجد يأخي بعتني على الخاص يعني على جوالي جوالي غير متاح يعني أنا متاح جوالي للخواص خاص يعني اسمه ما أنا خاص هناك واحد بعرفه ابن عم قريب مني قريب مني جيني عملت لهم بوست قالوا بعث على صفحة الجامع أو على صفحة الخاصة ونجيبها خلال 24 ساعة الطلب حتى يتوقع من مدرسة بده سبعة أيام عمل لك 24 ساعة مرة أخي قال لي ليش أنت شيخ موظف عندك وش أنت تحكي هلأ مثلا أنت ساكن بلنفرض بأمريكا عم تبعت لي أنت مصبح وعن وعن تفطر وأنا عندي الساعة ووحدة يجي قال لأ تبعت لي عشرة أسئلة يا أخي نحنا نحنا نايمين هذه أول واحدة الشغلة الثانية في أماكن يسأل فيها الإنسان راح تسألت وجاه الجواب والنبي عان دفع منه صلى الله عليه وهي دفع منها وكمان نستفيد أنه بين الزوج والزوجة يصير مشاكل بعدين آخر شي الشرع هو اللي بيحكم مو من تاني يوم تقول له طلقني بدك تطلقني هاي آخر موضة طلعت ومتزوج بعدين إجابة وليت بعدين هداك حطوه عن ستة وطلعت ومتزوج حطوه عن ستة التاني وبعدين ما بيلاقي حاله الإنسان ما بتلاقي حاله إلا ضايعه هاي كبريت صار عمره مين مين أمك والله أنا أمي طلق هاي هاي أصعب شغلي بالحياة يجي بداية خدام بإلا بكرة بطلقك ما قلت الله أبوك ما كان ما كان نسمع بهذه القصص هل الطلاء معيب لكن إذا وقع له شروط وأحكام اللهم إنا نسألك القبول ومحبة الرسول ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر